وصل صوتك وصل صوتك أما اليوم حوار مباشر صديقي تبقى صديقي رغم تلكشنا ما بعضنا هذه فرصة بشي حيك مش رمي ورود قانون اللعبة مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك انضميت إلى نيدا تونس ووليد مكلف بالشؤون السياسية لدعيت إلى تجاوز الخطابات الإيديولوجية والدخول في نقاش جدي حول قضايا التونسيين الحقيقية من فقر بيطالة وبنية تحتية وغيرها تقول هناك من يثيرون قضايا ثانوية يريدون بها إثارة خصومهم الإيديولوجيين وهي أمور لا تعني عموم الشعب التونسي قل في كلام هذا باش نحط كلم الكل فيه تاروه هناك من يستغل الكثير من القضايا والفزعات لأهداف سياسية بعيدة عن هموم التونسي هذا كلام قلته بعد قرار الانضمام ومش نرجعوله مش نفهمه منك مش نجده بسؤال لول شكون جابك للحزب نقاش مع قيادته السياسية هل أنت رجل شفيق جرية في الحزب لا رجل برهن بسائز فقط مع العلمان الصديقي شفيق جرية وأتحدث معه كثيرا في السياسة هو فرحان بانضمامك للنيدا تونس لا عليش؟ نصحني بعدم التعجل وأنا نيدا تونس لا يحتاج إلى أسماء أشخاص مفردة بل يحتاج إذا كان فهم برنامج لأسماء عديدة تعيد للبريق شنوني خليك تمشي لنيدا تونس؟ أنا كنت أعلمي تتكلم بحرية في التلفزة في الإذاعة وعندك برامج معناها مهمة متابعة كلايف خاصة في التلفزة ونس تابع فيك عندك إشعاع الناس معجبين بأنك مقلبت تلفزة وكذا خطك خط واضح فبالناس عجبها برشان الناس عجبها قررت حكيت راسك قلت نمشي نعمل تجربة حزبية نعم معناها أي واحد في بلاستيانا يتصدم بالقرار هذا شون خليك تمشي إلى نيدا تونس؟ شوف بكر أنا النجم طوى نعملك سردية خشبية تتعلق بمصلحة البلاد ومصلحة الوطن وتحقيق هدافة في التنمية وفي الشغل وفي الكرامة والأجواء هذيك اللي نفخوا بها بطون التوينسة يعني خنكون واضح ولو هو قوس مهم معناها الآن بش نتحطو على نيدا تونس أكثر من برهن بسيسة أعتقد لكن نحب نحكي معك في الحكاية هذه أنه في نهاية الأمر اختيارات الشخص هي اختيارات البحث على المغامرة وهذه مغامرة بالفعل غير محمودة العواقب في السياسة ما فهم حد شيء محمودة العواقب أنا وكبت مرحلة قاسية جدا في تاريخ منطقة كاملة اسمها سقوط نظام مش فقط في تونس منطقة كاملة فيما يسمى ربيع عربي وكنت في الواجهة وأعتقد أن تاريخ على درجة من المخاتلة أنه في السياسة بالتحديد لا يوجد فيها الخاسر والربح فيها فقط المغامرة هل تلعب دور أم تكون على هامش الدور هذا هو الفرز راهو أحيانا في ال مش أحيانا في معظم الأحيان فيما هو سياسي أنت في قلب الدور وتدفع ثمن ذلك أم أنك خارج الدور زعمات صنعة التاريخ لو أنها تساءلت على منطق الربح والخسارة لما خاضت ما خاضت من مسارات تاريخية في يوم تكون هز العالم لحروب عالمية مش لعب ونحن لا نتحدث في هذا المستوى في مستوى العمل السياسي طبعا اليوم عادي جدا وراء ميكروفون ما حليه رأي الحكاية زادة ممتعة جدا وكيما كنا نتحط وإحنا خارج الميكروفون يجيك فولين تبدأ شيخ عليه كل واحد وانتي شبيك عملت هكا وانتي شبيك عملت هكا لكن اليوم تقريبا البلد يحتاج خارج إطار الانتقاد الكامل لكل شي وإحنا كعالمين دورنا اللي يجيه نسخصه مكتار أبو بكر عنا الشيخة عندنا شنوه اللي يجيه كنزب كيفية تعملو كات كات دو جيبو على لوحا ما هو هك؟ هذي هي شوتر مش قاعد العام باش ننجح هنا برنامج ومش نطلع من عنده ومش نظهر وكذا هذي هو ما ينجمش قبلت حاجة أنك تجيب ضيف يسيطر ويعمل كذا بالنسبة لإعلامي اليوم يلا متاه اللعبة هذية مش نلعبوها اليوم فما حديث على الشأن العام والبلاد ريال مو تحتاج الناس الكل باي البلاد تحتاج الناس كل وحاجتها في الشأن العام أحبابنا مكرهنا في المرحلة هذية من خلال بوابة لحزيك ايه ما قد نجح كنت تقوم دورك معناها في وسيلة إعلامية مش بضرر تكون تكون في حزب انت كنت إعلامي معناها وفي نفس الوقت انت منتمي ولا انت قريب من إيدا تونس ولا تمارس في مهن انت كالإعلامية هل كنت متحرر هل كنت مستقل هل كنت ذي معناها سؤال روي يحير وصد دي قضايا الاستقلالية خلنا نكون واضح راهي دي ما قضايا نسبية في الرأي اي استقلالية في الرأي انت اليوم كرونيكار ترقى روحك متعادفة محسن مرزوق وتقول والله محسن مرزوق يعمل في عمل سياسي حرفي من خلال خطاب واضح المعالم وتوجه ربي عينه ناسي سير ما قد يتهمك البعض انك خرقت شروط الاستقلالية لا في الرأي لا يوجد رأي مستقل لا خليلي من الرأي لا يوجد رأي اليوم ما عيسي الحكومة اليوم به وغدو تقول عني خايب وغدو تقول عني خايب عادي ونكونوا بواضحين احنا في الاعلام ناس كلنا عندنا شبكة علاقاتنا احزاب تجيك ناس حبك ناكش معاه الاستقلالية انت قريب انت مصيف كنت تناقش معاني ديتونس طبع لا في النقاش نحكي النقاش طرحة الفكرة طرحة فكرة التوسيع مصيفة الفارتة في نفس الوقت انت في وسيلة اعلامية ما هذا السؤال طبعا كل حاجة في بلسطة هو اعتقدني لعب الدوري الى درجة اني وصلت قلت لدي تونس مات لا اعتقدني ما حزب نحكي عليه جد فكذا ماني قلت لك انت قلت روح ولا روح جديدة الى جسم جديد هل جيته تهو ذو أربعين ولا واحدة واربعين تهو دخل وجد للحزب بيسين وكأنهم مازالوا ما جاوش مازالوا يجري نقاش مع شخصيات قد يكونوا أربعين قد يكونوا خمسين قد يكونوا ستين وكأنهم جاوا من أجل جنازة مهيبة لنيدة تونس لتشيع هالجثمان هذا او هذه الجثة الى مثواها الاخير بشكل جنازة تصور ويحكى عليها في وسائل الاعلام وكذا انت قلت رو مات عديد الناس قالوا هذا الحزب مات وانتهى بالسياسة الحالية اللي فيها ولد الرئيس بارك الله فيك بارك الله فيك بالسياسة الحالية مش على خطر فيها ولد الرئيس بالسياسة الحالية اللي فيها حرب شقوق اللي فيها حديث على فساد اللي فيها حديث على تهديد الأمن القومي اللي فيها حديث انه هذا الحزب مخترق من طرف دول أجنبية مخترف من طرف يجيب بشتربح حجر بشتتوصل الجبانة طبعا هذا الحزب بالصورة هذه وبهذا الشكل وبغياب خطاب سياسي واضح وبغياب بريهنات سياسية حتى للعرك هذا هو الذي يموت وهو الذي ينبغي أن يموت وهو الذي ينبغي أن يشيع في جنازة وخلني أقول لك مش بالضرورة مهيبة يحضروا فيها حتى أربع من الناس وكلبوا يرميوا عليها حجرتين ينبغي يكونوا ذلك اليوم نيدا تونس بتحارب الشقوق وخليني أقول لك مش في إطار دعاية هذية في إطار تثبيت فكر سياسي جديد خليني أقول لك نيدا تونس هذه تبنية في تجربته الأولى في 2012 على فلسفة الروافد المتعايشة أنا خليني نكون معك واضح اليوم نعلن وبشكل رسمي نهاية تجربة الروافد اللي هي كانت الضرورية اليوم شنو نيدا تونس؟ التيار الوطني وريث الحركة الوطنية التونسية هذه لغة نقابيين ويساريين وتجمعين هذه اللغة وقت اللي لمينا فيها سفينة لوح ولم فيها نيدا تونس سفينة لوح لمواجهة هدف معين وهو إسقاط الترويكا غابت فيها الرؤية السياسية المنسجمة غابت فيها الانسجام ثم تحول ما يسمى شعار تعايش الروافد إلى حرب مواقع شخصية ويليتها ياخي أنت حرب الروافد هذه بين نقابيين وساريين وتجمعين سمير عبدالي ومحسن أحسن ومهر بن ذياء وأذو ما يحملوا هذا الفكر طبعا اليوم كل من يعتقد أنه في تونس فما خطيني سياسيين رئيسيين الإسلام السياسي وعنده تنظيمه وحزبه اللي موش على بعد طوى درج من هنا من المون بليزير اللي تعرفه وأيضا الحركة الوطنية التونسية وريث الدولة الاستقلال وحزب دولة الاستقلال اللي بناها طيلة ستين سنة مش برقبة فقط إلى حدود الفين وحداش بالتجاوزات اللي عملها بكل شيء لكن هديك تونس اليوم حزب الحركة الوطنية ونقول لك أنه ندى تونس سيحاول أن يكون حزب الحركة الوطنية على خطر هنا فما مشترك واسع حركة مشروع تونس تخدم على القلم هذا عديد التنظيمات السياسية تخدم على القلم هذا لكن يدعي اليوم حركة ندى تونس أنه الأولى اليوم أن يكون وريث الحركة الوطنية التونسية اليوم تيار وطني يا أتوانس اللي يحبوا هديك تونس من العام ستة وخمسين بخيوبيتها وبهيتها خيوبيتها اللي نصلحوها ندخلوا بها عصر الديمقراطية والتعايش ونخدموا بها معاتش نصف فيه خصومنا السياسيين بآلة القمع وآلة القانون وآلة التوظيف القضاء وآلة التوظيف الأمن والبوليس هذا تقريبا لخصلك نقد ذاتي سيجري العمل فيه داخل ما يسمى دائرة السياسات اللي بش نعملوها اليوم نقد ذاتي لتجربة ستين سنين بتاع الحركة الوطنية التونسية وإلا عندكم الإسلام السياسي هذا هو الإسلام السياسي اللي تعبر عليه حركة النهضة اليوم عندما نقرأ الحركة السياسية في تونس بموجب هذا الفرز مانا اش نعملو فيه عيب راني فضاء يا سهد شخص عند الجمهة الشعبية مش قضية ثانوية هذي هذا الصراع الإيديولوجي مش في حاجة ليه اليوم هل يبشي قول لك بأي القضايا الثانوية أنا بشي قول لك القضايا الثانوية أنا أعطيك هذا التقسيم منهجي على مستوى بدغوجيا المنهج السياسي هذا التقسيم اليوم هل في شون شي صوت يال الحركة الوطنية التونسية بتاع 56 تونس هذيكا اللي بارشة تشكيلات سياسية عنده مشكلة معها من اليسار نفسه اللي عنده مشكلة تعرف اليسار يقول على 20 مارس 56 صفقة أنجزتها أنجزتها مع الاستعمار الجديد لليوم لليوم صفقة أنجزتها مع الاستعمار الجديد هذي أدبيات اليسار حتى في جمهور العريض من الشباب الطلابي القوميين كيف كيف دولة بورقيبة اللي تبنيت على أنقاض حلم باليوسف والقوميين والحلم الوطني العربي الكبير يشكون والإسلاميين تعرف مشكلتهم مع دولة 20 مارس 56 إلى الآن نستطلب وانت مشكلته مع الثورة تيار وطني اللي يتمنى هذا هو لكن خلن نرجع لكي على المستوى المنهجي في المستوى المضمون عليش قتلك هذه الصراعات ثانوية هاول الصراعات ثانوية شنية صراعات ثانويتها أو رئيسيتها تحددها المرحلة 2012 الصراع الديولوجي كان استراتيجي موش ثانوي أولوية تنفهم الدستور وقته التوازة حست اللي نمط مجتمع مهدد بي اليوم تبينة خدمنا على أساس الصراع هذية بعد 2014 الشعب التونسي جاء طالبنا بالخوانجية متاعنا بالوطنيين باليسار بطبقة سياسية كاملة بمجتمع مدني بالاتحاد قال لنا راكم تعبتوني لا حاش تبيكم تحكيوا على نمط مجتمع أنا البارمتاعي عارفوا بوش يقعد محمي بالنخبة اللي طوى تحب تعمل يسار الكافيار أنها أولويتها حماية الحريات بغيرها راوت وين سحامينها اليوم أصبحت أولويت أخرى أشع تيطونا في برنامج الاقتصادي أشع تيطونا في تطوير حياتنا أشع تيطونا في تطوير مستشفياتنا أشع تيطونا في تطوير هناك تفصيل مهم برهام سيس تفصيل مهم أنت تعتقد وكي نقرأ كل تحاليلك ومواقفك نفهم هذا بوضوح أربعة أجانفي مؤامرة أجنبية مخابلقية ولقد تخليتوا لأن هذا نقاش بيزنطي هي مؤامرة هي صنعتها إرادة ربانية هي صنعتها ربك لي كي يثبت أن الفرع وراء وراء ما عادش يهمني في العنوان لحظة لحظة اليوم كل ما موجود اليوم هو مبني على فكرة أنه هناك تغيير تغيير طبعا طبعا هناك وجاحت من ينفي ذلك ثاورة صارت في البلاد أنت تعتقد أنها مؤامرة حصل تغيير وستناظل من أجل إعادة لا مهيدة لنفهم أنا آخر شي هذه لغة غزلي إعادة النظام السابق وموازين القوان هذا الفرز الثورجي اللي يحب يقنع التوانس اليوم أن المجتمع مقسوم بين أنصار الثورة وأنصار ثورة مضادة لا تونس في 2011 بغض النظر على العنوان انقلاب مؤامرة ثورة شعبية مضفرة تشبه ثورة أكتوبر اللي كان يحكي عليها ناجي وذكرنا بما العمل وذكرنا بكتابات لينين سميها اللي تسميها ولكن علينا أن نقر أن ليس فقط تونس العالم العربي العالم حصل فيه تغير نوعي وجيحد ما اللي يعترف بذلك اليوم الديمقراطية أصبحت مسار العالم كنا معاني ضام بالعنين وعانت فأما رؤية لا عملوا ديمقراطية قوتا قوت ديمقراطية مزيفة لكن كان يعانت في ضرورة الانفتاح عملنا بلانجون طوى كبير ولا يمكن الرجوع للوراة في البلانجون هذا يكذب عليك حركة التاريخ هذه ماشية أنا نختلف مع أبو بكر اليوم معاتش النجم نصفي معاك خلافاتي عن طريق الحبس عن طريق استقصالك ولا استقصالي لا جي أحد من ينكر هذا الأمر أنا أدركه ولكن اليوم قناعتي في هذا الحدث 2011 في تعديل الأوتار متاعه رانا يتوان سيزمنا نبنيوا البلاد مع بعضنا راه المنظومة القديمة يجدد متنجموش تلغيوها ورانا أحنا يا منظومة قديمة اجدد مش تلغيوهم يزم تلحيوها هذين من مخكم هذا الرهان الحقيقي بوق بن علي قد يضر أكثر بنيدى تونس أكثر من ينفعه والله هذا ولا كليشي بوق بن علي قنطرت بن علي سبيطار بن علي بن علي جزم التاريخ جزم التاريخ والمنظومة اللي يخليها يخليك أنت جزم التاريخ جزم التاريخ ومن المستقبل كنت نحكي لك أنا القديم الجديد ما يجمش يلغي القديم كما أنا اليوم راني مستحيل كان نخمم أنه عندي القدرة أني ألغي هذا الجديد ولا أني أنت صب أني ألقي في الدروس على جديد هدايا لا الجديد فرض روحه بمسار التاريخ والتاريخ أيضا هو الذي أنصف القديم ببقرع كيش نعمل دوره الآن في الشارع الناس والله تجي تقول لك وش خاص كان نرجع قلوا لهم ليه ما يزمن لاش نرجع يزمن ناخدوا البيه اللي كان قبل ونضيفولوا هالفرصة التاريخية اللي جاءت لمجتمعاتنا اللي هي فرصة الحرية اللي توفرت لي لي ولي لكن المواطن العادي اللي بسيت ما زال يستنى في الرصيد متاعوه المكلف الجديد بالشؤون السياسية في حركة نيدة تونس هذهك الصفة مكلف بالشؤون السياسية نعم شو clauses تعمل فيها شؤون السياسية فيها من سياسية شمعنيها؟ شمعنيها شؤون السياسية العلاقة مع الأحزاب العلاقة التحديد سياسية اليوم بش يجيك مواطن عادي المقار نيدة تونس داخل نيدة تونس علي شنا هو سيتي أبار خلنا حكيه بكوضوح أبار الرخصة أبار نحب نخدم اللي هي هدكة تونس لو رد بالك هاني تعديت على مقار النهضة الصف شنو حاشتهم بوثيقة المنهج الوصولي بتاع الحركة مساعدات سهلي حلي مول الشبيبة هذو ما اللي مش نستكتبهم مش أنا في موزايك واشكون عطانا وعبر على العجيب وبحركة نيدة تونس وانتم قمعتوه مش يجينا مش مش نحكيه معاه موسيدز موثيقة الخط السياسي ما معنى هل هل وراثة الحركة الوطنية ما معنى أني جاي معاك مش ندافع على خط سياسي اليوم سنشتغل على الوثيقة الخط السياسي على الوثيقة السياسية على الوثيقة الفكرية والسياسية الحركة نيدة تونس هذا حزب راه خلينا نتفقه باش يتوجد للمستقبل تعملو ولا لا يظنو جده كيف هذا الترح في نيدة تونس ما لا سياسة مش قلته ما نقول لاش نحن أمانة السياسات ستشتغل على الحكاية هذه الناس ما يتلوم أحزاب سياسية ولا تفارغة أحزاب سياسية بدون مضامين حان الوقت الآن باش نشتغلوا على الحكاية هذه اليوم فريق العمل اللي بشيته جد سيشتغل على المضامين هذه اليوم ما معنى توافق اليوم هل مسألة استراتيجية ولا مسألة تكتيكية اليوم الناس ملت مكالكليشي بتاع الإجابة تعالي تحلفتوا مع النهضة ولا تعيشتوا معها في الحكومة ولا تعيشنا خاطر قانون الانتخابي فرض عليها ذلك يا بري اليوم عندك رؤية ولا الإسلام السياسي عندك رؤية للتحولات الإقليمية اللي موجودة عندك رؤية للطرح في الجزائر ويمشوفها عندك رؤية ليبيا ويمشتوفها هذا ما قلته العمل والاشتغال في العمل السياسي ينبغي أن نشتغل على المحاور هذي بتبيعة وأنا مانيش بش نقوله فلاطوني بش قوله كليداتونس لا أمانة التكمبين مش تقع تخدم بتبيعة الأمانة الخاصة بتكمبين هي أمانة سرية تقع تخدم في القهاوي ومورهم ريجل هذه كالسياسة يا أبو بكر وبربي هذه لغة التعالي الأخلاقوي علي ما يحصل يعني يا ناس ترقى روحها خارج الطرح تستنجد طول بمقولة الأخلاق الأولمبية آه ويني الطهارة ويني درشنوة أنا نحب نذكرها وفيني هذه الأمر مستوى أدنى برهان هذا اللي مش نقدمو عليه هنا سمعنا التسريبات هذا اللي مش نقدمو عليه ما يحش مكش تسريبات ما يحبش نقعد ندخل في التفاصيل نحبش نقعد في التفاصيل بو بكر بو بكر شفت كيف استقبلتني أنت غادية شفت شفتك الكلمة الكبيرة اللي قلت هاليا كان جاء واحد في وسطنا وسجلنا وخرجت رهم يقول هكا بو بكر يقول في الكلام يعني المشكلة فيه من سجل ومن سرب المشكلة مش في مضامين الكلام اللي أنا مستعد نقعد نقعد نقشك معها خمسة سوايا نحكى لمضامين الكلام خطيرة مثلا خطيرة الرجل اللي عطانا بظهره وقايت باش نطيروه لم يقل على يوسف الشاهد وقايت باش نطيروه ما هذا المعنى في الأخر هذا المعنى قالك أنا يوسف الشاهد هو ابن الحزب وبالنسبة لي أنا ما نيش عارف صورتي حزب يحكم أو لا يحكم ما معنى الحكم أنك يقدم ليستة متع تعينات ويكذب عليك هذه ريال لحزاب الكل ريال لحزاب الكل شنية اليوم انتخبك الشعب باش نوه باش تحكم باش يكون عندك في المواقع يقول لك أنا نيدات ورس اليوم لا أحكم هذا رؤية البعض موش الرؤية الرسمية هذا رؤية ما نوقشة أعتقدنا الحديث حر في تقييمات كيبو بكر يقيم المسار هذية بعض النواب لكن الموقف الرسمي في المعلن وعلى الساحة وفي البرلمان هو دعم حكومة يوسف الشاهد شكالوا هم لي هو لون خفيف بالنسبة ليه قالك أنا حزب انتخبوني الناس باش نوهكم كنروح الجيهتي عليه جو كوسيون خيارات داخل الحكومة عملوها وزراء من أحزاب أخرى موش حزب نيدي تونس ما يوقع طالك أنا يلزم الحكومة وسيدوه الشاهد يعيني جمعات اي ما السياسة خنكونه واضحين يا أبو بكر اسمعني يعيني جمعتي منكذبوش على الشعب التونسي وفاهموه أن السياسة حاجة أخرى نعرف أنت بش تقول لي السياسة يا أبو بكر خنذكرك وانا ذكرت بي أبو بكر حاجة مهمة في اسمك قالنا الرسول 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 محمد رمز الأخلاق من ينا خذيناه نحنا من الرسول بقي جوثمانه مسجة ليلة يغسل أما علي مسكين محسبيهش في السياسة بقى لهي بجسد ابن عمه بشي غسله كبار الصحابة صحابة مش حافظ وخميس وعبد العزيز ومدام ليلة اللي جاء كبار الصحابة صحابتي كان يجون بأيهم اقتديتم اهتديتم عمر وأبا بكر اللي أنت تسميت على اسمه ويني مشاوي جراه سقيفة بني ساعدة والرسول مزال لم يغسل بعد شو مشاوي يعملوا في سقيفة بني ساعدة يحكيوا عن رسالة يرقاوا في سعد بن عبادة زعيم لنصار شي قولهم من الخليفة ومن كل وزراء وحصلت الديسكوشيون بتاع السقيفة السقيفة أنت تعيش السقيفة والسياسة هي السقيفة من الكتبوش على رواحنا معركة السلطة معركة من يحكم باهي اليوم الحب من يحكم يحكم ببرامج يفيد بها الناس ولكن ما تبدأوش تبخصوا في شخص يريد السلطة لأن الناس الكل الأحزاب السياسية هذه اللي داخلها على شنوة داخلها على جمعة الفراشات وجمعة الطوابع الباردية تعمل في العمل مدد من أجل السلطة والتالي اليوم أرجو من الأبواق التي تتصاعد اليوم في أعطاء الدروس في الأخلاق أنه يتذكر فما مستوى أدنى فما مستوى أدنى تعال مصلحة العامة تعال مصلحة العامة تعال مستوى أدنى مش على خاطر خليك من اسمك اللي ذكرني بسقيفة بني ساعدة جبهة تحذير الوطني الجزاري خارجة من معركة مش سكات الترايكا الاستعمار الفرنساوي يا أبوكر الاستعمار الفرنساوي خرجته بضريبة مليون ونص شهيد جزائري فالتفاقات الاستقلال منها اتقسمت الجزائر جبهة تحرير الوطني حرب أهلية حقيقية وتصفى فيها مش حافظ ولا خميس ولا خرج سيريدا حمد بن بلا رموس تاريخية كبيرة دخلة للحبس كان مش جمال عبد الناصر خرجوا أو حاول يخرجوا وفشل في تخريجوا هذا الصراع السياسة عادي نحمد ربي الآن هاتش نكونوا إيجابيين هاتش نكونوا إيجابيين عندك الحق فما برش حاجة ماصطة لكن اليوم علينا ينواصلوا في الخط هدايا اللي يقولوا باستا للصراع من نوع هدايا خنطلعوا الصراع من ديفيزيون دو للناشينا كيف ستتصارع مع حافظ قايد سبسي نتصارع أنت جاي بش تفكر أنت جاي بش تفكر حافظ قايد سبسي اليوم حافظ قايد سبسي اليوم كان لي معاها نقاشات مشينا بنفس الهواجس اللي الناس كل تحكي عليها قال لك يا سيدي هدايا حزب للناس الكل وين من المنبر هدايا من المنبر هدايا راهو نيداء تونس هو حزب سي رضاب الحاج ويلز بسي رضاب الحاج يرجع راهو نيداء تونس هو حزب سي خميس قسيلة هذو مناضلين ومش أنا بورانيب سيز بسجي قولهم لكلام هدايا عيب لكن هذي الحقيقة وإذا كان أنا من المنبر للمنبر بش لقع دوندور بش قولهم هذا حزبكم خميس قسيلة رضاب الحاج سي عبدالعزيز القطي راهو هذا حزبكم ولا مكان لكم إلا داخل هذا حركة نيداء تونس محسن مرزوق محسن وش خص ولكن نقدر طموحه الشخصي محسن ولكن محسن في نهاية لمر المشروع ما هو إلا الفرع من الأصل كما الكويت مع العراق هكا بش نقعد ونعتبروه سي محسن لكن بوانت من نقوله كما دولة الكويت الرفاهية وكذا لكن هذي مكانه محسن قائد زعيم يجي يقود تعال يا محسن ويجي يقود تعال يا إخميس ويجي يقود تعال يا سيري داب الحاج يجي يقود هذي مرحلة راهي نريد لها أن تكون ربيعا إن شاء الله تكون ربيع خطر ربيع نيداء تونس نيسي سيرمون سيكون ربيع تونس وربيع الحياة الحزبية والحياة السيسية نعرف فهم برشة مشيكة قلت عليه وفاق والصورة القديم أنا هو القديم انت جيت في القديم ليوم الناس اللي تعبر على رغبتها في النقاش جيت لحزب نيداء تونس في أسوأ حالاته وف سيولد 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 من جديد ياخي ماك تعرف يعلمونه الفوضى والفوضى فقد هي التي تكون علامة الولادات الجديدة وهذه الولادة امشي للفوضى الأقساها واليوم بتجي الولادة والأيادي مفتوحة للجميع سواء المؤسسين التاريخيين اللي عندهم مكانتهم المحفوظة والعين ما تحريشها الحاجب وهذه مكانهم والمكانهم الطبيعي في حزب الحركة الوطنية الكبير وبش يقتنعوا لمستقبل للدكاكين السياسية الصغيرة شفت حزب نيداء تونس ليه صنداج باقي هو الأول وما تقوليش صنداج بتاع أخونا وصديقنا للحبيب نصير الملعب التونسي حسين الزرقوني اللي مضروبين لا ليه صنداج الكل حتى اللي يعملوها الأحزان في الداخل واللي ياخذوا فيها في مراكز أمريكان وغيرهم نيداء تونس لأولادي بالتهريط الصورة بكل شيء الأرقام يخر بها القاسي والداني رغم نسمع في كل كلم ليه بالعاني ولعبة وتعطات الفلوس تعطات الفلوس في انتظار ظهور مشروع آخر مرحبا بيها المشاريع الأخرى لكن اليوم فمش بديل خط خلنقلك واضح خلنقلك واضح التونسي ما عادش عنده وسعب وراهي الضربات في السياسة هي من نطفة كي تدخل في الرحم مرة واحد تضرب لك هك الضربة على درقة ديش من مليون خلية تضرب لك كي تضربة بيش جيب لك الوليد تعاملت مرة في 2012 راهي ما تتكررش كل يوم الحزاب الكبيرة ما تذكرش بورقيبة المعركة اللي خاضها في دار بن عياد ما تتكررش جيين بعد في 56 موت مارس فيقس يصفي بن يوسك وبعد يجي موت مارس لنقاذ عاملوا بن علي في 88 وبعد جي حركة دي تونس تعاملها الباجي خايت سبسي في 2012 وراهي بناء المشاريع السياسية ما هيش نزهة راهوا أنا حتى لو خيان وقلهم خم مليح لا مستقبل للدكاكين الصغيرة وكأنكم تعالوا هذا الحزب مهري وكأنكم تعالوا هذا الحزب صورته ياسر اهتزت لكن ما زال الأمل ممكن باي وكأنكم جيتوا وانفتاح اليوم الحزب نعم من شخصيات ممكن اتردت من أحزاب شخصيات لحظة عدت اتردت من أحزاب نعم وشخصيات أخرى خرجت من حكومة الحبيب السيد وشخصيات أخرى ما جاتش في الحكومة هذه جديدة بتاع يوسف الشاهد معناها شخصيات ضعيفة حتى سياسيا ضعيفة ما معنى الوزن ما معنى السياسية وراها قبائل وراها قبائل وراها قبائل البو كمال رأوا سياسة كتقول ضعيفة في العراق وراها قبائل البو كمال حتى في ميزان سبر الأراء وراك سيستامي في ميزان سبر الأراء سبر الأراء عليها سبر الأراء عندنا عندنا حوالي ثلاثة شخصيات ندائية تتقدم مزان سبر الاراء يوسف الشاهد يوسف الشاهد يتقدم سيناجي جلول يوسف الشاهد ندائي الآن وغدوة وبعض غدوة والأيام بيننا سيناجي جلول هش بيه سيناجي جلول يتصدر سبر الاراء عنده طوى مدة عام وعام ونص وينه سيناجي جلول بكش تابع جبت فاراباندو مارتي في البيرو هو ولد حركت نداء تونس هل الانفتاح هذا جاء لإسقاط حكومة يوسف الشاهد لا مستحيل رك ترقى اجتماعات سياسية داخلية فيها انتقاد لأداء سياسية يوسف الشاهد ولا حكومته مش معناها لعبات تلعب بمصير البلاد ومصير الاستقرار حكومة يوسف الشاهد مهما كان حجم الانتقادات سيقاتل نداء تونس وسيكافح من أنها تبقى الحكومة التي ستنقل تونس لانتخابات 2017 وإن شاء الله بسلام بسلام اللي نقوله اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً هاي نجحاتها الأمنية واضحة العيان اللي ورثتها عن حكومة سيلاح ببسيط اللي نداء تونس سيلاسيوم في الدعم السياسي اللي حكومة هذية وفي مبعد في وثيقة كرتاش ماشيين بالحكومة هذية ان شاء الله بقدت ربي بالدعم السياسي خليه يكرهوا من لغة والله يتآمروا على درشنوة ويتآمروا على كذا راي لعبات في نهاية الأمر فما الحد الأدنى متع مصلحة البلاد وني داتوا نسيخي شبيه هو عنده السلطة المطلقة يعمل يحب عنده حلفاء عنده جماعتنا في من بليزير ينتظروا وغرفة عملياتهم دي ما جاهز 24 ساعة على 24 ساعة ما نلعبوش بمصير البلاد ما هيش لعبة راه وتغيير الحكومات البلاد هذي عادت وين سفدت اليوم اليوم كان الواحد يجيه اليوم بش يمس بالنسبة لتغيير الحكومات وتغيير سيد يوسف الشهد ومس الهيكل العامة للسيد يوسف الشهد أن يقرر وهو واحده من يقرر أن كان يحتاج إلى تحويل وزاري وهذا حاجة ولكن بقاء هيكلته العامة للنجة عن وثيقة كرتاج مش لعبة راه مش لعبة هذا طالبين وطالبوا المشتمع الدولي هذا طالبوا الجهات المانحة هذا طالبوا الناس اللي تستنى بش تحط فلوسها هذا الاستقرار ما نلعبوش بي راه رو ما تتخيلوش طوما يروى ما يروى أنت موسيند لحكم يوسف الشهد الآن ما عندك حتى خيار ما لانت سنت في حكومة شكور ما عندك حتى خيار ما عندك علامي روك تردوا لا طبعا ما ضمنا حتى خيار علىك نداء تونس وسنت حكومة يوسف الشهد لا 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 عايشك برهيم بسيس طبعا باتبيعها ما عندك حتى خيار هل هي قناع لا لا نحكي على القناع ونقول اللي فيها واللي عليها واللي بيها وفيها برشة ثغرات وإداءها يكون خير على برشة مستويات ما عندك حتى خيار اليوم أنت تتوقع أن من داخلي اليوم تتبن برد الحكومة يجو بحكومة أخرى وقت نقول لنا لحب وقت المؤشرات تولي خايبة وقت نولي ونرجع لجو السراية في مصر وليالي الحيمية وغيردن سيتي وحكومة النحاس بيشة داخل خارجة سألت روحك بعد تتوش بالبيان رقم واحد انت مجلس قيادة الثورة انت عبد الناصر واصحاب ما يجيش هك سألت روحك علش خموا فيك بشكون موجود في نيدا تونس لشنوه تصلح لجماعة نيدا تونس لا هما يحكي كلشي طبيض وكلشي الفير راهوا في السياسة منطق بيض ودهن وسود راهوا منطق ما عنده حتى معنى اليوم الحياة السياسية قايمة على وجود ناس تخم وناس تنفذ أنا عمري الطبيض شنوه اللي بشن بيضه علش يحبوك في نيدا تونس علش حاشتهم بيك في نيدا تونس حاشتهم بيه هو التقاه رغبات أنا رغب في المغامرة المهبولة والحياة شنية لو لم تكون مغامرات مهبولة رد بالك ببك رأوا فم عباد في أوروبا مش تسيب إعلام في قناة التاسع اللي نحييوه بالمناسبة في كاب الفاب وتبشي فم عباد يسيبوا الحياة في فلادلفيا ويبشيوا يعيشوا في قمة التيبت تجربة بتاع تصوى تصوى في هندوسي بش يكتشفوا أن الأجسام اللي تموت وإنما الأرواح تنتقل وهذا هو نيدا تونس بش تمثلها أنت قال لني دا تونس اليوم مشيت من الأعلام إلى نيدا تونس مشيت من منطقة قاحلة آه مشيت من منطقة معناها خضرة في هالماء والجر والنوار وكذا وانتي شيخوا عن بونكيفو وكذا إلى منطقة قاحلة قيمة حجرة قيمة الأشياء هي اللي استثمعها لا تنبت شيئا لا ستنبت شيئا شفت العبقرية اليهودية نحكي لك العبقرية اليهودية في تجربة الإنتاج الزراعي وانتي حكيت على المناطق القاحلة إسرائيل العدو وعلينا أن نأخذ عبرة من أعدائنا قبل أصدقائنا حولت صحراء النقب أبو رب صحراء النقب اللي هي صحراء قاحلة كما تحكي على نيدا تونس إلى أهم تجربة في الإنتاج الزراعي تزرع فيه البنان البنان في صحراء النقب بنظام الري اللي أبدعته العقل العلمي أقعد غادي إبراهيم سايس هل تستحق خبراء أكبر علماء منظرين هو نيدا تونس هاو بش يجي الخبراء باش يجي يجري نقاش استعادة العظماء في نيدا تونس سيقع النقاش خلوا ما هو موجود توا تحب نقول لك الكرة سمي لي بقية العظماء في بقية لحزة هاي أبو بكر هاي تحب نسميهم هاي يا ولدي خلي حزب نيدا تونس توا توا حزب نيدا تونس باش تحب حزب نيدا تونس توا ربا فيك وقايم على شوية صالح الفرزيت محليه فن شعبي وهذه قوت وردبالك وتحقرش خطر في السياسة الفن الشعبي هو اللي اختفى أكثر من السامفونية نعرف كوني تحب وينو مجمعت ربطات العنق من أبلاء بورسة ونبلاء أكسفورد ما همش موجودين أما يجيوا مرحبا بيهم أما السياسة خلاتني دا تونس بالربا فيك اللي في محف سيد اللي بالقشابية سيد اللي بالقشابية يجي تكون لنظر أكثر من الأخف وأنا أرجوك أنك تصدعاني كي تراوح في بديل سليانة ونمشي ونعملوا كوسكسي باه ونعملوا دورة وأسأل لعباد شي عارفوا نيدا تونس ولا أحزاب أخرى ما زي نيدا تونس اللي لا القوة اللي يضرب ومش كل مرة في السياسة حاجة تضرب هذيك عليها نعود ونكرت يا أولادي انتبهوا لما كان لديك أكين في المستقبل وراوكي نحكيوا على استقطاب موش حشمة قال إنو المستقبل تونس سيكونوا فيها زوز أحزاب كبار نهار بش يتحالفوا نهار بش يتعاركوا نهار بش يتناقل لكن هذا المستقبل حياة سياسية تونتي في حزب زوز زملاء واحد منهم يقول على الأخر ياخو في ستة ملايين شهرية من أطرف مشبوهة لا تهون من هذا كل شيء ما عندوش قيمة عندكم أمان حط روحك أخذلي تعرف كي تعيش في وسط البانو هذيال من الداخل تظهر لك الصورة هكا لكن أرجوكم أقرأوا التاريخ توقيت اكتشفوا انتي تشكك في نخبة بورقيبة لبناء الاستقلالة تعرفش عملون بعضهم عملون بعضهم صبات الظلام هزوا قتلوا بعضهم وعذبوا بعضهم مش لازهر على خاطر متغشش قال على صوفيان خذي ستة ملايين وانا الحبه مزوز ولازهر زادا قولوله ويجي لحزبك ويزيق بالحكاية الفارغة وما تستمع لبعض الأصوات اللي قاعدة تشوشرك في مخك ونعرفوهم مليح وتعرفهم انت يا لازهر وأنت من خيرة الناس اللي بالسياسيين نادران يكتبوا عندهم قلم ومفكر وتفكر وهذه يا بلاستك تو يشي يقول عليه نعرفوا انه متغشش لازهر ونعذروه ثم يسأل لازهر يقولوله شنية الأدلة بتاعك يتغشش يعمل أكثر من هكا ولكن العباد ما عذبتش معاذها رتبانك الحمدلله كيما تعذبت بونات الدولة الوطنية والحب الرجع لك يقول ربا ما معدوش الامكانيات ببكر أعتيني أعتيني في الأحزاب ونشوف فيه النجوم الضاوية أعتيني سميلي ما أقول حزب دي داتونس فيش كفاءات أعتيني ونتشوف فيها الكفاءات عيش خواه كلينها الكل إذن مرحلة الآن توابش نهضموها ونعود ونخرج وبنية أخرى برام سايس المكلب الشؤون السياسية في حركة ني داتونس والأخير سريع علاقتك بالرئاس بمؤسسة الرئاس مش بالرئاس لا عادية فيها أصدقاء فرحانين بيك جيت ني داتونس ما نعرفش لا ما نعنديش حتى فكرة ما كتعرف الرئاسة يخير رئاسة كل التونسيين ما عندها حتى علاقة بالمسائل الحزبية شقولك في النهاية الخشبية شكرا جزيلا برك الله فيك شكرا تلقى كل تصريحات على ترودو لوفي بوان وزي كيفام كوانات ليلة شتاوي ضيفتنا بعد شوية ما ترودها من إيداتونس لا حتى أختنا ليلة بالعكس ما ترودها يعني إن شاء الله تكون فاصل فاصل هذين فاصل وقدر تربي فاصل متع سوفهم والناس كل يزمها ترجع هي بكفاءات كيما سي سعيد العادي يزمهم يرجع كيما بار شعبات أنت متأكد لي سربت أنا منين أنا جيتم بعد لا حصلت قبل ما يتولى جهاز المخابرات انتعنا المسألة الأمنية في إيداتونس